طيب في نيوشات البعد ما روحت وتقلقت أعدت كم سنة في نيوشات؟ أربع سنين أربع سنين السنة أنت يعني توهكت فيها بقى ونضكت فيها أوي كانت بعد كم سنة؟ الحمد لله السنة الأولى لأن السنة الأولى كان فيه تخوف من لعب مصر جديد وأول مرة بيلعب في سويسرا واواواوا فالحمد لله أول مرة أحرست فيها هدف وكسبنا واحد سفر لعبنا بطولة وكاننا على فكرة اللي ساعدني على كده كمان كان فيه اتنين مدربين كبار جدا في نيوشات المرانوني المدرب الأولاني راي هوتسون طبعا ده المدرب الإنجليزي العبقاري تاريخ كبير جدا في الكرة الإنجليزية ومدرب ليبر بول ومدرب المنتخب الإنجليزي وكان ماس كريستال بلس السنة اللي فاتت وأنا على اتصال لحد الوقت لحد الوقت طبعا صداقة كبيرة جدا لأن الراجل كمان طور فيها بشكل كبير جدا في نيوشاتل كمان فيه أوليش تيليكا مدرب ألماني مدرب كبير في التسعينات درب منتخب كوريا الجنوبية فالمدربين كمان الكبار اللي كانوا موجودين ساعدوني بشكل كبير إن أنا أطور من نفسك لأن مع وضوها الاحتراف محتاج أنك تطور كل يوم من نفسك طيب أنت في فترة من فترات بتقول لي وانت في نيوشاتل في السويسرا فكرت أنك ترجع هل أنت كنت تتعبن بأي من العيشة نفسها لا عرفت هيكل ولا عرفت هيشرب ولا هتعمل أي حاجة في نفس الوقت تعاوز تحترس بالقوة الجسمانية والأقل البنية بتاعتك اللي هتأدي بيها في الملعب صحيح هل بقى في الفترة دي أنت إيه اللي فكرت فيه في الفترة دي بالذات يعني أنا حصل نوع من أنواع الملل شوية إن أنا كان اليومي كان أصحى الساعة 7 أفتر ويتيجي العربية تاخدني أروح النادي على الساعة 9 أتمرن الساعة 12 أخلص أرجع البيت ولو ما فيش تمرين بعد الظهر فبعود في البيت من الساعة 12 الظهر لغاية نفس اللي بيحصل لغاية الثاني يوم مش عارف أخرج أولا مش عارف أخرج وكان أصلا البيت اللي واخده فيه مش جوه البلد كان بره البلد شوية أوتصايد ها فموضوع صعب الجو ما تقدرش تنزل فيه فقعدت حوالي شهر ونص الرتم دو وبقى مكلمات على طول في التليفون يعني المرتب اللي كنت بسروفه في التليفون لأنني بكلم بقى الناس كلها أكلم صحابي وأهلي يعني مضعي على الوقت شوية اللحظة اللي ضعفت فيها بس فكرت لأ إن أنا لأ الموضوع 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 لازم أكمل وأدوس على نفسي شوية واللي ساعدني إن أنا اتعلمت لغا كمان دي ساعدلت فقدرت بقى فقدرت حتى لو لو تمرين الناس وعمل شوية صدقات مع الناس فدي ساعدتني كتير جدا كنت بتاكل إيه بقى في الفترات دي أنا مرتبط بالبلد اللي عايش فيها على فكرة يعني أنا زي ما الكابتن علاءة كده أنا ما عنديش مشكلة في الأكل قوي يعني يعني أنا اللي بتحطي قدام المينيو اللي قدامي لا أنا بطبيعتي اللي بتحطي قدامي أكلي يعني مش من نوع الحساس أو موضوع يعني تحطيت في موقف خلاص بقى ما لهاش حال أكل اللي قدامي عشان أكمل الأكل الطبيعي بتاع يعني هو الفندوق دوت هو أكل الجبنة للسايحة دي اتعلمتها في بيت الرئيس النادي لأن أول ثلاث شهور أو الأول شهرين زي ما بقول كنت عاد في بيت بره شوية وبعدين زهقت فاروحت كان فاكنيتي كان عنده فيلة صغيرة جوة لأصر بتاعه فخدت أنا الفيلة دي تقعدت فيها فكنت بتغدى معهم حتى ببلاش ولا دفعت له فلوس لا ببلاش الراجل كان الراجل كان تعلمت كمان رئيس النادي وبخش هو اللي واقف في المطبق هو اللي بيعمل الأكل وبيقدم الأكل اللي عين بتاعه ما عندهمش الكالكعة دي بالزبط يعني حسيت لا هو ده رئيس النادي وهو اللي بيقدم لي الأكل وبعد وعاد في البيت جنبه يعني الموضوع هناك موضوع مختلف شوية وده اللي حسسني لأ لأ لازم أكمل عشان عايز أشوف أكتر عايز أخد خبرات أكبر فرحلة أو رحلة نيو شاتل أنت كنت واخدها محطة؟ بل ما كنتش باخدها محطة في الأول أنا كنت واخدها يعني هي ما كنتش فرحان أنت رح تلعب في نيو شاتل دولة أوروبية لا كنت مبسوط طبعا لكن أنا كنت دايما بأخد خطوة خطوة يعني هي الخطوة الأولانية مركز فيها واللي يجي بعد كده يجي يعني أنت كنت حطفة تبارك إن دي محطة آه طبعا حطة لأي دولة تاني آه ولازم أثبت نفسي واللي يجي بعد كده يجي عادت أربع سنين في نيو شاتل بالضبط من تسعين لأربعة وتسعين أربعة وتسعين سنة أربعة وتسعين إزاي عرفت أنت رح تلعب في الدور الألماني؟ برضو كان موقف مش هنساء يعني في آخر في آخر مباراة أو المباراة قبل الأخيرة مع نيو شاتل كنا بنلعب أعتقد في جراسوفر في الدورة السويسري قبلها بشهرين جي حد اسمه فوجة ده سويسري وقال لي أنا إيجنت لأن أنا لما رحت ما كانش عندي إيجنت ما كانتش عندي وكيل وكيل نائبين أنا رحت عن طريق النادي الآلي وعن طريق مستر كامل أبو علي فجي حد قال لي أنا إيجنت اسمي كذا ما خفتش منه؟ لا يعني والراجل اللي كان بكل احترام أنا ممكن لو أنت عشت الاحترافية في سويسري ما خلاص أعرف خلاص الموضوع بالنسبة لي فعرض علي أنه يكون وكيل أعمالي أو الإيجنت بتاعيفة ويقول له تمام أوكي بعدها بشهرين في المباراة بتاعة جراسوفر ده بعد المباراة على طول نزل بسرعة جدا لقضت اللبس عندي بعد ما خلصنا المباراة قال لي هني عايزك بسرعة وأنا كنت لسه بلبس الماتش يعني طب تعالي بس ديئة واحدة بره فبيقول لي أعرفك على أوترهاجل أوترهاجل فلاقيت واحد طبعا أنا عارف شكله لأن كنت بتفرج على الكرة الألمانية طبعا بس ما عرفش ده مين بالزبط هو لابس بلتو كده ولابس كاب كبير ومغطي نفسه شوال مغطي نفسه مش عايز شكله يباني فقال لي طبعا أوترهاجل وطبعا المدرب قال لي راجل الراجل بقاله 18 شهر بيتفرج عليك 18 شهر تعذبت من سنة سنة ونص بيتفرج عليك وعايزك تبقى معا في ألمانيا طبعا أنا شرفني وخطوة كويسة جدا فدي خطوة كمان كبيرة جدا أنه مدرب كبير كمان زي طبعا أوترهاجل متابعني بقاله 18 شهر سنة ونص سنة ونص خدنا طبعا كاس السوبر وكان كمان زي ما بقول لحضرتك بداياتي مع الفرق الحمدلله ربنا كان موفقني فيها فكان بريمين واخد الكاس وبيار ميونيخ واخد الدوري فمبرات السوبر ما بين الاثنين البطل الدور وبطل الكاس وبتتعامل قبل بداية البوندزليجا بأسبوع والمبرات كانت في ميونيخ وكسبنا 3 واحد وكانت أول بطولة ليا في ألمانيا السوبر السوبر الألماني